موسيقى مساء الخير قبل ما أبلش بحلقة اليوم في قصة قصيرة بدي أحكي لكم إياها عن أكثر شخصية ماكرة وداهية في التاريخ الحديث هو عالم يهودي من علماء التسويق والدعاية اسمه إدوارد بيرنز هذا العالم في 1920 كان الدخان للنساء في الأماكن العامة في أمريكا من المحرمات وكان القانون يجرم عليها لأن الشعب الأمريكي ليس مثل ما تعرفوه الآن كان أيام سابقا كان في عائلات ووليات محافظة جدا وفيها قوانين صارمة في ذلك الوقت كانت شركات الدخان تتعرض لخسائر كبيرة ووقتها أصابت الحيرة والقلق رئيس شركات التبغ الأمريكية وبأحد السهرات نصحوا واحد من أصدقائه الاستعانة بالدهي إدوارد بيرنز وطبعا بيرنز معروف عنه أنه شيطان من شيطين علم الدعاية والتسويق وراع عليه واتفق معه أنه يخلصوا من هالمشكلة الكبيرة والخطيرة المهم بالسلافة كان أيامها فيه احتفالات لعيد الفصح في نيويورك واستغل بيرنز هاي المناسبة وراح اتفق مع مجموعة من البنات ودفع لهم كل واحدة بحسب الراوي 50 دولار مقابل إنهن يطلعن بليلة رأس السنة مظاهرة لدعم حرية المرأة وطلب من كل واحدة فيهن تكون مشعلة سيجارة وهي ماشي بالمظاهرة وقبلها بليلة قدمه هداهي راح سرب المعلومة لعدد من الصحفيين المشهورين ومتحمسين في نيويورك وبيشتغلوا في وسائل إعلام كبيرة وحكا لهم بكر راح تطلع مجموعة من النساء الثوريات في مظاهرة وراح يشعل المشاعر الحرية لدعم حرية المرأة طبعا الصحفيين ما صدقوا خبر قالوا لك هاي معلومة مهمة جدا وعملوا من طلعة البنات في المظاهرة وهن مشعلات السقاير ثورة على حكومة نيويورك وانجبرت الحكومة نيويورك بإنها تلغي تجريم الدخان في الأماكن العامة للنساء وعادت شركات التبغ للعمل وجني الأرباح بشكل مضاعف عن ما كانت عليه في السابق هاي القصة جبت لكم إياها عشان تعرفوا شو خطورة نظريات وفلسفة علم الدعاية على أذهان وعقول الناس وكيف ممكن أنه شخص متخصص ومدرب ومؤهل على هذا العلم يسيطر على توجهاتكم ومعتقداتكم وحتى على السلوكيات الخاصة فيكم إيدي كوهين هذا الشخص اللي عامل قلق وإرباك لكثير من الدول العربية وأنظمتها وحكوماتها وشعوبها أيضا وأعتقد أنه كلكم بتعرفوا وبتعرفوا اللي بيمارسوا من إشاعات وشائعات وعمليات تضليل على أنظمة الدول العربية وعلى حكوماتها وبيمارس التدليس والدجل على شعوبها كل يوم حتى أنه صار مصدر أخباغ لكثير من الناس ووسائل إعلام خاصة عنا بلوردن هون وكثير من النخب والصحفيين وأسادة الجامعات ونشطاء الفيسبوك بيعملوا سيكرينشوت لتغريداته وبعيدوا نشرها على صفحاتهم مقتنعين باللي بحكيه حتى بعضهم لو بيطلع بيده بنص مبطل يدافع عنه وليحسوا الحقوق من الحكومة أول شغلة بدي كل واحد فيك ويسأل حاله سؤال بسيط جدا ليش إيدي كوهين ما بكتب إلا باللغة العربية وعمره ما كتب باللغة العبرية أو اللغة الإنجليزية على صفحته على تويتر ليش؟ يعني شو السبب يا ترى؟ معقول ما فيك واحد ذكي يفكر بهذا الموضوع يا جماعة السبب واضح وبسيط جدا هذا الشخص تم تدريبه وتأهيله وتوجيهه لإشعال الفتن بين الشعوب العربية والأنظمة والحكومات اللي بتحكمها من خلال الشائعات والأخبار الصفرة والكذب والتضليل والاستفزاز اللي بنشر على صفحته ومعروف جدا أنه بتجي تقارير يومية من وحدة الرزل الإلكتروني الإسرائيلي المعروفة بغرفة 8200 هاي وحدة خاصة برزل توجهات الرأي العام في الدول العربية طيب بلاش؟ السؤال الثاني بدي أسألكو إياه إيدكوهين بقول عن حاله دكتور وباحث أكاديمي في الشرق الأوسط وأنا بحثت في كل مجلات الأبحاث العلمية المحكمة في العالم وما لقيت إله بحث أو دراسة وحدة وكل اللي لقيته مجموعة معلومات وأراء تجمعية حاطتها بملف وبشكل عشوائي وغير منهج وبقول عنها أبحاث علمية على أساس أنه إحنا هبايل ما بنفهم بسيكونس البحث العلمي يعني وقريبين طيب كم مستاذ جامعي وباحث ومركز دراسات عنا بالأردن بعرف وبتأكد أنه إيدي كوهين مش دكتور وما عنده أبحاث أو دراسات في التخصص اللي ناسبه لنفسه طب معقول ما واحد فيكو فكر يطلع يفهم هالناس أنه هذا مش دكتور ولا باحث علمي وأنه سوالف وكله سوالف حصيدة المصيبة أنه السواد الأعظم من شعبنا الأردني أهل علم وثقافة وفكر يعني أقل واحد فينا بقدر يثبت لالجميع أنه هذا الكوهين واحد كذاب ومضلل ومفتن وكل ما ينشر على صفحته الشخصية عبارة عن كذب وافتراء واستفزاز فكيف بكثير من الناس بتصدق سوالف وبتعيد نشرها هاي المعادلة اللي مش قادر أفهمها بكل صراحة أنا بعرف أنه فقدان الثقة فقدان الناس تثقتها بالحكومة وإعلام الحكومي وشح المعلومات يعني سبب رئيسي أنه الناس تلجأ في كثير من الأحيان لمصادر خارجي طلبا وبحثا على المعلومة والمعرفة بس إنه الناس تصدق واحد مثل إيدي كوهين فهاي بصراحة مش قادر أستوعبها لأنه بديهي جدا الطفل الصغير يعرف أنه هذا الكوهين شخص ملوث وأداء خبيثة وسامة من أدوات المشروع الإسرائيلي والصهيو أمريكي في المنطقة العربية شغلة تبث الفرقة والفتنة قبل سنوات عملت تحقيق بسيط عن حياة إيدي كوهين ونشرته على صفحة الخاصة على الفيسبوك وأذكر بعد ساعة برني اللي زميلي صحفي جمال المحتسب مالك موقع جراسة بحكي له على التليفون بأنه إيدي كوهين كاتب عنك ونشر عنك على صفحته على تويتر اللي سطح بطنه لإيدي كوهين التحقيق اللي عملته إني أثبتت فيه أنه شخص يعمل لصالح الحركة الصهيو أمريكية وليس لإسرائيل كدولة وبعد ما سرق التحقيق ونشره على صفحته على موقع تويتر اتأكدت أن هذا الشخص فعلا مدرب على أيدي أجهزة أمنية وموجه بطريقة استراتيجية أمنية وسيسيولوجية وليس بباحث أو دكتور أكاديمي كما يصف نفسه وقبل يوميا شركة منصات للعلام الرقمي عملت تقرير حول إحدى القضايا المحلية في الأردن مذلها مثل باقي وسائل الإعلام المحترمة بتستقصى عن الحقائق وتبحث وتطرح التساؤلات وهدف الإصلاح وخدمة البلد وحمايته وحماية نظامها بقوم إيدي كوهين باستغل هذا التقرير وبنشره على صفحته تحت تساؤل هل الأردن بخير يا جماعة الخير السلافة مش بالتقرير اللي نشرته منصات السلافة بتوظيف هذا التقرير من خلال استخدام أسلوب الدعاية وطبعا مثل ما حكيت لكم قبل شوي كوهين مدرب ومؤهل على هذا العلم من قبل جهاز مخابرات إسرائيلية لو سألنا سؤال بسيط يا ترى شو هدف إيدي كوهين من نشر مثل هيك الفيديو وطرح مثل هذا التساؤل يعني شو بهمه إنه الأردن تكون بخير ولا ما تكون بخير جواب بسيط جدا هو إنه هذا الشخص يعلم علم اليقين إنه فيه بالأردن والدول العربية كثير ناس ونخب بتتابعه وبتهتم بكل شيء بنشره وبتدعم المشروع اللي هو أداة منه وعارف إنه بمجرد نشره لهذا التقرير رح يحدث فتني وبلبلة في الأردن وهذا هو هدفه أصلا بطلع واحد بيسألني سؤال بيقول لي طيب إيدي كوهين شو بهمه إنه الأردن يصير فيها فتنة ولا ما يصير بقول له بكل بساطة لأنه الأردن شعبا ونظاما وحكومة واكفين مثل الشوكة بحلق المشروع الإسرائيلي وصاطحين كبد حكومتها المتطرفة والعفنة بقيادة النيتنياهو تباحهم وبدهم بأي طريقة يصير فيه فتنة وخلل أمني واجتماعي في الأردن آه صحيح وقبل من سأ التغريدي والفيديو هذا كوهين لواش حذفت عن صفحتك بعد ما نشرته في دقائق أجاك ألو من فرقة الاغتيالات اللي ما خلت عالم ولا دكتور عربي إلا واغتالته ولا لأنه التغريدي كشفت حقيقتك وتورطك في الاغتيالات للعلماء والأساذي والدكاتري العرب جاوبة شوف إذا إنه قد حالك يا صوص رسالتي للجرو إيدو كوهين دول ما نكشفك على حقيقتك أنت وكيانك المحتل وحكومتك المتطرف والعنصرية واسمعني كويس اسمع اسمع الأردن بخير ورح تظل طول عمره بخير وشغلنا إحنا كصحفيين ووسائل إعلام ومفكرين وخبراء أساس الخير في هذا الأردن وإذا بدك تسأل روح تسأل عن ثورة الفلاشة بإسرائيل واسأل عن العنصرية اللي بتمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد اليهود لفارقة والتمييز بينهم وبين يهود أوروبا بالحقوق والحريات روح تسأل عن عمليات الاقتصاب الجماعي اللي بتصير بشكل يومي في الجيش الإسرائيلي الأردن بخير رح تظل بخير غصب عنك وعن كيانتك وحكومتك العنصرية والمتطرفة فهمت؟ ولا بدك كمان؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة